نغم سؤالها التالت بتتكلم أن صورة العلق اقرأ يعني هي جاية في الجزء الأخير في القرآن الكريم رغم أن هي أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام نزول القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام كان بحسب الوقائع والحوادث لكن حقيقة القرآن أن له ترتيب في اللوح المحفوظ ورتبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصحابة الكرام وفق هذا الترتيب يا صاحبة السؤال